ينطوعين الصعاي والسداد والنجاح ينطلق هذا المهرجان بالتوجهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تيمين بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه وبمتابعة اللجنة المنظمة لسبقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأخوانه في اللجنة المنظمة لسبقات الهجن عبدالله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة وانبارك بن محمد بن بادي النعامي مدير عام اللجنة فلهم منا جزيل الشكر والتقدير كما نتمنى لهم التوفيق في هذا المهرجان وللمشاركين هذا هو شوط الشلفة انطلق قبل قليل ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول هملوله لسالم بن حسين بن محمد بن جرحب على مقدمة الشوط وفي الصدارة ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتقدم عالية عبدالله بن سعيد بوصلعة مع المركز الثاني دور دور المركز الثالث العنود لراشد بن محمد الزقيبة على المركز الثالث خطفت المركز الثاني دور دور المركز الرابع وصلت شخصية لعلي بن صالح بن حمد بن محمد بن جرحب دور دور المركز الخامس ومن تتقدم عزوة تتقدم لتختطف المركز الرابع وتتقدم من الخامس إلى الرابع عزوة الشنجل محمد بن ناصر الشنجل خطفة المركز الرابع هذه نتيجتنا أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم في مهرجان مليء بالرموز مليء بالجوائز العينية مليء بالمنافسات ختام الموسم يا ملاك يا مضمرين من سعيد الحظ اللي بيقيض على الشلفة بيقيضها على الشلفة في هذا الموسم وعلى الجائزة العينية القيمة السيارة الله تلتهب المشاعر في أشواط الرموز وتزدحم العبارات والكلمات لا توفي هذه الأصائل حقها الله المقدمة ومن تتقدم انطلقت عالية عالية المقام عالية بصلعة على المقدمة على صدارة الشوت صاحبة نقطة في السباق المحلي الماضي والعصاقوس مؤهلة لاختطاف الشلفة وهي كفء لها عالية على المركز الأول عبدالله بن سعيد بصلعة مع مقدمة الشوت مع صدارة الشوت الكيلوين تفسدنا عن خط النهاية الأربعة كيلو مترات انتهت الكيلوين الأولى ويتبقى كيلوين عن معرفة راعية الشلفة اليوم الله يا سلام وصلت الشعارات على أرضية ميدان التحدي حيث التحدي يا جمهور ويا عشاق التحدي عالية 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 مع المركز الأول عبدالله بن سعيد بصلعة تتصدر هذه الأسماء بينما المركز الثاني وصلت الدوحة راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين على المركز الثاني أول ندال دوحة بن سالمين بينما عزوة في رصيدها سيارة في مهرجان المؤسس وأيضا مواهلة لاختطاف الرمز كل هذه الأسماء حائزة على أشواط وجوائز عينية بن جبران يصل شعاره أول ندال ارتياد عبدالمحسب بن سالم بن جابر بن جبران أحد الأسماء المرشحة والخطيرة بينما دور دور المركز الخامس أول نداء نوايف طالب بن بخيت بن راشد آلف هيدا هذه نتيجتنا 1200 متر عن خط النهاية عالية بصلعة عالية بصلعة تسيطر وتؤمن الموقف من خلال هذا التقدم ارتياد ارتياد أقوى المرشحات من أخطر المرشحات في هذا الشوط ارتياد بن جبران من اعتادت على ارتياد المراكز الون بينما الدوحة مع المركز الثالث راشد بن سالم بن سالمين عزوة مع المركز الرابع محمد بن ناصر الشنجل المركز الخامس يصل أيضا شعار بن قمرة على ظهر طيف الكيلو متر الأخير الشلفة يا مضمرين عالية تقترب من الشلفة عالية تقترب من الشلفة ارتياد ارتياد يصل عالية ارتياد ارتياد بوصلعة عن بن جبران في معركة صباحية على الشلفة معركة الشلفة عالية 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 بوصلعة عالية المقام عالية الاسم الرفيع عالية الشان تختطف الشلفة بينما ارتياد طيف 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 يصل بن قمرا يصل السندباد القطري مع المركز الثالث بينما عالية تضيف هذه الشلفة الى النقطة في المحلي التاسع والعصى في البطان عالية الى السيلية الشلفة الى عزمة مصلعة اليوم الى عزمة مصلعة الشلفة ان لم يكن لي بن جبران وايضا السندباد كلام ارتياد 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 طيف عالية هي الاقرب عالية عالية الشلفة يا بو صلعة الشلفة يا رعي عالية الشلفة 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 ارتياد يوسلوم الله 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 عالية 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 الشلفة 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 مع بوصلعة تهانينة والناموس عبدالله من سعيد بوصلعة اختطاف عالية للشلفة الفضية اول رموز المهرجان تهانينة والناموس المركز الثاني ارتياد عبد المحسن مسالب من جبران المركز الثالث المركز الثالث طيف عبدالعزيز بن صالح القمرة المركز الرابع المركز الرابع وصلت الدوحة راشد بن سالم بن جار الله بن سالمين المركز الخامس المركز الخامس رمز حمد بن علي بن جرح هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم عالية تختطف وتنتزع الشلفة الفضية أول رموز المهرجان والناموس نموسين بنموس الإنتاج يابو صلعة وناموس الشلفة الفضية في صباح هذا اليوم تهانينة والناموس لمالك عالية لمن قدم عالية في هذا الشوط الأول الرئيسي أقوى أشواط الفترة الصباحية تهانينة وهذا هو ملخص شوطنا الأول الرئيسي افتتاح المهرجان باسم عالية تهانينة والناموس لمالك عالية من قطعت مسافة الشوط في توقيت زمني مميز هذا هو التوقيت الزمني خمس دقائق تسعة وخمسين ثانية سبعة أجزاء من الثانية تهانينة والناموس لمالك عالية عبدالله بن سعيد بوصلعه المري تهانينة يا بو سعيد وسلام يا سيلي يا سلام المركز الثاني ارتياد قدمت عرض تشكر عليه حيث قطعت المسافة في ست دقائق بالوفاء والتمام تهانينة والناموس لعبد المحسن بسالب بن جابر بن جبران وتهانينة لمن قادها سالب بن جابر بن جبران المركز الثالث طيف قطعت المسافة في ست دقائق بدون ثواني تسعة أجزاء من الثانية التهانين والناموس لمالك طيف عبدالعزيز بن صالح بن حمد القمر وتهانينة للسندباط اشتركوا في القناة